ومن طرابلس ينضم إلينا محمود إسماعيل الرملي الباحث القانوني والمحلل السياسي سيد محمود بعد هذه الزيارات والجولات لسيد لمنفي في مناطق مختلفة واتجاهات سياسية مختلفة هل تعتقد بشكل عام بداية أن مسألة تشكيل الحكومة باتت سهلة وقريبة هل باتت الأرض مهيئة فعلا لتشكيل الحكومة الجديدة؟ نعم فيما يبدو أن هناك خطة حتيتة من أجل النهوض بعملية المدة لأن هناك مدة 21 يوم من أجل القول بإمشائح حكومة ويبدو أن هناك خطة متسارعة في هذا ما يعرق للإجراه هو اجتماع والتئام مجلس النواب في النظر في إمكانية هذه الحكومة خاصة وأن مجلس النواب حاول الاجتماع بطبرق وكان الحاضرون تقريبا تسعة واليوم لديه اجتماع بمدينة صبراتة ربما يصل الحضور إلى ثمانونة أو أكثر وقليلة ما يدعو إلى القول بأن نعم هناك التئام جزئي ولكن تظل هناك إشكاليات الحكومة إذا لم تنر التقى من مجلس النواب ستحالوا إلى لجنة الخمسة وسبعين ولكن هذا سيحتاج إلى عمل مضني ويحتاج خاصة في ظل المواضيع التي كللت بها الحكومة نحن نتكلم على إشكاليات كبرى متمثلة في الكهرباء ومتمثلة في الإعداد للانتخابات وملفات ثقيلة وثقيلة جدا خاصة في العلاقات الداخلية والخارجية هناك إحاطة اليوم من السيد عبد الحميد البيبة لمجلس الدولة هذا دلالة على تواصل مرضي ولكن الأكثر منه إرضاء في أن يكون هناك تواصل مع الجميع وأن يكون هناك نتائج وأن ترى هذه الحكومة النور وأن يكون هناك تسليم واستلام ما بين المجلس السابق وما بين المجلس الحالي الذي وصل السيد المنفي في هذا اليوم إلى مدينة الطابرة سيد محمود طالما تحدثت عن جلسة مجلس النواب التي عقدت في طبرق كان هذا محل سؤالي الثاني لك في الواقع كانت هناك بعض التوصيات ربما كان من أهمها مسألة أن تخج كل الميليشيات المسلحة كانت هذه توصية أولى ثم عدم تهميش أي من الأقليم الثلاثة وهي شروط واضحة أنها من السهل أن تنفذ إذا خلصت النواية فهل هذه التوصيات فعلا ممكن أن تصاعب تشكيل الحكومة؟ في تخديري بداية هناك خلاف ما هو مفهوم الميليشيا لأنه في ليبيا لا توجد قواعد منظمة لما يتعلق بمن يعتبر ميليشيا ومن لا يعتبر شرقا وجنوبا وشمالا وغربا لا بد من أن يكون هناك تنظيم وأن يكون التنظيم عسكريا وأن يكون أمنيا وأن يكون منضبطا ومن هذه الزاوية لزاما أن يكون هناك عادة النظر هذه القرارات أو التوصيات التي صدرت لا شك أنها مشوبة بالخجل حيث أن الاجتماع لم يحضره إلا أقل من أصابع اليدين ولذلك لزاما التوجه إلى القاول نعم هي بعض التوصيات مقبولة خاصة فيما يتعلق بمساعدة مدينة طبرق ورصف الطرق وكنا نتمنى في أن تكون هذه أولويات البرلمان سابقا ليس الآن ومع هذا وذاك نلزم بأن الأمور يجب أن تتجه إلى إمكانية توحيد الكلمة والعمل على خلق الحل بدل وضع العصاف الدوليبي كما يقال سيد محمود مفهوم ومعلوم أيضا مدى الاهتمام في هذه المرحلة التي نعيشها الآن بمسألة فكرة تشكيل الحكومة لكن أيضا المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة عينها أيضا على مسألة الانتخابات في ديسمبر إلى أي مدى هذا الموضوع يأخذ حيزا من اهتمام المجلس الرئاسي والحكومة أيضا؟ بداية ما يجب التنويه إليه أن جميع الوطنيين والمهتمين بالشأن العام والشأن السياسي الجميع يجمعون على ضرورة أن يحصل تغيير في 24 ديسمبر وأن يكون الإعداد له وأن يكون انتخابات وأن يكون سلميا أي نحن نتكلم على أنه فورا بداية هذا العمل والذي يفترض أنه بدأ من الساعات الأولى لإنهاء اجتماعات جينيف كان من المفترض أو سيكون من المفترض تشكيل لجنة للإعداد إلى مشروع قانون الانتخاب ويتمنى أن يكون من خلال القوائم إلى الأفراد حتى تكون لليبيا نوعا من التماسك ومن الزاوية الثانية التوجه إلى أن يكون هناك أيضا دعم للمفوضية العلية للانتخابات من أجل نتائج أكبر وربما تشهد أيضا المفوضية تعديلا لشخصها لأنه قد طال عمرها الزمني أيضا من ترابلوس محمود إسماعيل أرملي الباحث القانوني والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر